انا اكد على نقطة مهمة وهي الشيء اللي يزيد عن حده يتقلب ضده يعني برضو زي ما السمنة بتسبب امراض واضرار ايضا النحافة الزيادة بتسبب كمان امراض انت قلت حاجة مهمة جدا يا هانم لان في ناس كتير قوي بتاع النحافة مش وخدين حقوم خالص في اي برنامج تلفزيون فاكرين يا نحافة يا بختك يا ستي دي مشكلة مرضية عندهم ان النحافة بتبقى عادة بعدة بتبقى مشكلة نفسية موجودة بتبقى مش قادرة تأكل لانها مش شايفة اكل ده حاجة مش طيقا فهي بتبقى مشكلة نفسية اكتر كمان لازم تأكل صحي عشان ازود الكتلعة وحكاية اللي هما بتقع النحافة يقول لك كل شوكولاتات وحلويات يلا ده هتدخن كده غلط انت لازم تاخد بروتين اكتر علشان يعمل شكل مش علشان اخذ طبيب في الاول في الاخر دكتر زي ما حضرتك قلت لازم تكون تحت استشارة طبيب عشان نقدر نحدد المشكلة فين انا بشكر حضراتك جزيل الشكر دكتور هاني جبران يعني دايما نضيف عزيزة علينا في صباح الخير يا مصد نورتنا شكرا لك يا فانا يا مصد دكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة وامراض البطنة شكرا لك يا فانا ليه الشرف